في رحاب الإيمان بعد قليل تستمعون إلى سؤال جديد في مسابقة الدين حسن الخلق ونذيع على حضراتكم الآن أسماء الفائزين على الإجابة في سؤال الأمس وفازت بجائزة قدرها ألف جنيه كريمة محمود أحمد محمود ربت منزل من محافظة البحر الأحمر وفاز بالجائزة الشرفية من داخل جمهورية مصر العربية حنان محمود عبد المالك سلطان باحث بالنيابة العامة من محافظة أسيوت أمل مجدي فايق أحمد حجاب طالبة جامعية بالفرقة الثانية بكلية الطب بجامعة الأزهر من محافظة الغربية وفاز بالجائزة الشرفية من خارج جمهورية مصر العربية أمنية السيد محمد عيد ربت منزل من السودان ومقيمة في مصر مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع إن شاء الله تعالى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله الدين حسن القلوب أخلاقه غزة القلوب بلطفها قبل استلال سيوفه ونباله الدين حسن القلوب مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف الإعداد مروى النجار التقديم محمد جمع أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال الثاني عشر خلق تحر الحلال إخوة الإيمان السعي في الأرض لطلب الرزق مطلب شرعي أمر به دين الحنيف وأفضل كسب الإنسان ما كان من سعيه وكده وتعبه هو فلا ينتظر عطية ولا هبة ولا يتطفل على أحد ولقد جاء الأمر في القرآن الكريم بتحر المال الحلال فيحرم أن يأكل المسلم حراما أو أن يطعم أحدا ممن يسعى عليهم ذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ولقد بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلال في مجمله ظاهر واضح وبينه وبين الحرام أمور يعلمها أهل العلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والمال الحلال والكسب الطيب يشرح الصدر ويكسب الطمأنينة ويعين على الطاعة وهو سبب من أسباب قبول الدعاء وقبول العمل الصالح فالله عز وجل لا يقبل دعاء من دعاه إلا إذا كان طيب المأكل والملبس والمشرب فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا والسعي على طلب الحلال هو سعي في سبيل الله فالعبد يؤجر عليه لو مات في سعيه لكان موته في طاعة فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياءً ومفاخرةً فهو في سبيل الشيطان، والسعي على الحلال سبب في الإنبات الطيب للذرية والأهل، فليعلم العبد أن ولده الذي كان سبباً في خروجه يسعى ويصارع الناس في طلب الدنيا لن ينتفع إلا بالمال الحلال، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به، لذلك يجب على المسلم أن يتحرى الحلال في كسبه ونفقته وما يدخله على نفسه وأهله، وليحتسب سعيه في سبيل الله، وليعلم أن أهله أمانة يسأل عنها يوم القيامة. اذكر حديثاً شريفاً في بيان فضل تحر الحلال يا رب بالقرآن واسع نزقنا يا من لجودك ينتمي الكرماء يا كريم أيها الإخوة المؤمنون، هذه المسابقة لها جائزة يومياً قيمتها ألف جنيه، والمشاركة فيها مفتوحة للجميع، إضافة إلى ثلاث جوائز شرفية، اثنتان منها للمشاركين في المسابقة من داخل أمهورية مصر العربية، وواحدة من خارجها، وتذع أسماؤهم عبر إذاعة القرآن الكريم. شكراً للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في البرية قط مثل محمد في حسن سيرته وسمح خصاله قدمنا لكم الدين حسن القلوب، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. الإعداد مروى النجار التقديم محمد جمع ترجمة نانسي قنقر